اليوم كامون تاماس حقوقية جينا نطامنه مع الرجال تارك الملاكي اللي كان عنده واحد صدقه البوطني في إلقاطه واحد الرادع اليوم كنا نطالبه كامون تاماس وشمعية حقوقية بالإفراج عليه كنا ناجده جيئات معنية مختصة اليوم كنا نطالبه تاركي مش ينزل في الشارع الإلقاط ديانه والمواطنين اليوم مكيدين الختمة ديانه كي يخطو احد الجزاء ديانه حي تاركي بساد بالنسبة لينا حاكمون تاما ما شير صيد عندناه عدنورة خواعية تاركي اليوم الأمن سواء العمن الوطني والتارك الملاكي بكل طالبهم بإنقاط المواطنين اليوم فلقر يكون الطحية والتاركي هذا عائد تاركي اللي خينا هلقشينا بحط الشينا تاركي اللي خينا ومن الوحدة والتصادامون كنبينا التاميطون من الوحدة والتصادامون لبقينا الترونيكل تاركي ارتاح الساعة اواصلوا الكيمة تاركي ارتاح الساعة تاركي ارتاح ساعة هادحيم هادحهم هادحيم هادح Emportes هادحيم هادحهم تاركيadores تاركي skip تاركي players وفي نفس الوقت هذا التدخول الذين داروا العناصر الدراكي الملاكي ربما كانت واحد بالمعاناة الدراكي أعطل إطلاق النار صابت هذا الكسيد سوف الله يرحموه في هذا النار ولكن اليوم هذا الدراكي ليس لديه شيء تفيد لا، هذا الدراكي اليوم دار واحد التدخول ديالو أنا اليوم كنت طالبه من إفراج ديالو لمشي كنت طالبه في هذه العائلة لاحظ العوان ولكن اليوم كنت طالبه لرجال الدراكي المالكي والأمن الوطني الخروج إلى الشارع وفي الأخر ما يخرجوا وقدروا واحد الموقف ديالهم إلى اليوم، إلا كنا نكرس لهم إلا خاصلنا ندامنا معهم وحنا عدنا ثقة في القداء عدنا ثقة في المصالح ولكن كنا نزيد نأكد لأن كل التدامون مع الدراكي وكن طالبوا الجهات المعنية المختصة بإطلاق الصراح ديالهم المرأة الدراكي في ملاتنا، في أخوتنا، في معائلتنا بشي يعني يخصم دامنا معه والله رحمه ولكن العقوبة الإدارية كنت مننا من المشؤولي الكبار يشوفه من الوضعية لكي من ربيع الرجال الدراكي المالكي حيث هم في كل وقت يعني ما غيفكرش هو غير شريفي لأنه كان في حالة هيزان وخاطف راضي عنه يعني يقدر يضرب أي مواطن ويدرب إخوان دياله والزملاء دياله والذي كانوا معه يعني ودافع الناس دياله وطلق الرصاصة وقتلوا اللي يرحمه وإحنا كنت ضامنوا معهم ولا يطلق صراحهم توجدنا اليوم هو تعبير حي عن تضامن اللام شروط مع الدراك وكذلك لتنوير الرئي العام نظرنا لللبس الحاصل لتضاربت في الأراء كثيرة لأن هناك حدث وقع أن السيدة متألين جات عند الدراك تشكوا أنها تعرضت للسرقة واختطاف ابنها ضمن السيارة ديالها وحتى الدرفية الدرفية تطبع تاني بينما هناك اختطاف أطفال وقتل الأطفال وقتلهم واسميتهم واختصابهم وكل شيء إذن الضرف لتلبية نداء الواجب نداء المواطنة قاموا ثلاثة ساعات وما يزيد وهم يجبون قعل اسميته الأجواء ديال 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 مالية جماوية حقاقية اليوم كالطالب الجهات المسؤولة كيف يكون إنصاف لهذه الناس نحن كالساكينة ديال مدينة الدروة نعرفوا ما يقعوا في المدينة يعني عدة جرائم كالتوقع في مدينة الدروة ولكن يأتيوا الناس يأتيوا الناس يأتيوا الناس يأتيوا الناس وهنا عدنا قلة لشيسي وقلة عناصر الدرك الملاكي مدينة الدروة اليوم أصبحت من بين المدن الرائدة اللي خصة يكون فيها عناصر ديال الدرك الملاكي وحد قسافة نحن اليوم كنتواجدوا أمام مقر الدرك الملاكي ديال مدينة الدروة إقليم برشيل وذلك في إطار حملة تضامونية تحسيسية مع الإخوان ديالعناصر الدرك الملاكي هذ إخوان هذو اللي قاموا وحد دور بطولي وذلك في إطار إنقاذ وحد الراضيه وحد السيدة اللي كان عنده طفل كيت تراوح العمر دياله ست سنوات وطفل آخر راضيه اللي كيتتجاوز العمر دياله ستس أشهر كما كنعرفوا أنه مؤخرا صبحنا كنسمعوا أنه مشاكل ديال اقتصاب وقتل أطفال فلهذا أنه كان تدخل ديال إخوان ديال رجال الدرك الملاكي كان تدخل ديالهم في إطار إنجاح إنقاذ تلك الراضيه كنعرفوا أنه مدينة شدروع يقليم برشيل اللي كيتتراوح العدد ديال كتافة السكونية دياله ما يناهز مئة وعشرين آلف ناسامة آآ تدخلات ديال العناصر الدرك المالكي اللي كنتدخل في توراب ديال جماعة الدروع يعني رب غلوبين الأمر ديالهم ومن هذا المنظر لحنا كنطالبوا بزيادة ديال العناصر الدرك المالكي ولكن كنشوفوا أنه ورغم لوجيستيك دياله مقليل ولكن كنتدخلات ديالهم في المستعوب في إطار استثباب الأمن بمدينة الدروع إقليم برشيل العواده معاقبة الدراكي العواده تكون عديد من الرجال الدرك المالكي بالنسبة للمركز رب ما يتوفرش واحد العناصر رقليلة وتقريب المدينة الدروع اللهم هنا هذا منكر كنتعال مرجيات والإفراج على الدرك الوجود هنا بسبب واحد نداء تضامني قامت بيه بعض الجمعيات اللي هي تاب على المدينة الدروع وإحنا كمساندة منا وتحقنا بهم وكانت ضاموا معاهم وتحنا نفس المشكلة ونفس الطرح اللي عندنا وهو التضامن مع هالدرك المالكي هالدرك المالكي دي كانت وقعتهم واحد واقعة أنه واحد السيئة جاء طلبت منهم الحماية بعد ما تم اختطاف دي السيارة دياله وداخل سيارة كي الراديع طبيعة الحال اي واحد غدي اسمعها اسميه دي الراديع اللي هو غدي تاخده العاطفة هاد الدركين هادو فعلا تنقلوا بموجب قانوني وتنقلوا بموجب أنه مواطنين كالطالب الحماية تنقلوا للعين المكان وقاموا بالوجب ديالهم لكن إطار تدخل ديالهم وقعت واحد المشادات ما بين هادو كناسي خطف سيارة وخطف راديع مما أدى إلى استعمال السلاح الوظيفي هاد الدركي هادو يستعمل السلاح الوظيفي مستعملوش غير هكوكي إلا في سبيله طبيعة الحال كانت هناك مقاومة من طرف هادو الأشخاص كانوا خطفين سيارة وفيها الراديع بسلاح أبيض هو سلاح من نوع ساتور يعني سلاح كيهدد الأمن ديال الدركيين والأمن حتى ديالراديع اللي هو أهم شيء هو ذلك الراديع لأن إلا كنسمعوا الراديع را كنسمعوا أنها خطورة واضحة وخطورة على أنها حداتها كتمس حتى بالقيمة وحتى بالكرامة ديال ديال الدركي إلا ما تدخلش ذلك اللحظة محاولة دياله على أنه ينقض ذلك الراديع وينقض ذلك سيارة ويدخل بموجي بقانون اللي يعطيه اللي مخول ليه الآخرين يواجهوهم بذلك السلاح طب هذا الحال سوف يستعمل السلاح بذلك السلاح الوظيفي لا تدخل إلا بش يستعملوا في حال خطر دفاع عن النفسق ودفاع عن المواطنين ودفاع عن ذلك الراديع كنأكد على ذلك الراديع اللي في السيارة هذا هو أهم مكين إلا أن هذا الدركي بعد ما استعمل ذلك السلاح ومقاومة ديال أشخاص الآخرين يضطر على أنه يستعمل السلاح بإطلاق النار فعلا طلق النار وقع اللي وقع وقدر ما قدر الله وتوفى ذلك شخص الله يوالي برحمة الله والله يغفر للجامعة مفوضية للأمر الوطني لأن الدرك الملكي بالعدد القليل للدركيين أصبح غير قادر على حماية مدينة الضروة من نسبة الكتفة السكنية التي أصبحت تعيش فيها طالب جهات المسؤولة وأخذته بالذكر رسالتي إلى السيد الحموشي مباشرة ليقوم بزيارة هنا ويشوف النسامة التي تعيش في الضروة من أجل إصراع بإحداث مفوضية للشرطة فبالأمس نحن كمجتمع مدني وكمنظمة حقوقية ننديد ونطالب السلطات العلياق باش تطيل أوامر ديالها بإطلاق النار واستعمال النار على كل من سولت له نفسه المساس بالأمن إلا أن اليوم كنشوفه تضارف الأفكار أنه اطلق سلاح بشيش مجريم اليوم في حالة اعتقال غدا داركي أو شرطي ما غادش يقدر يستعمل السلاح خوفاً كذلك من إجراله نفس ما جرى لداركي دارك الملكي بالضروة لهذا نندد ونشجب في هذا الوقف الاحتجاجية تضامناً مع إخواننا في الضروة لمن المجتمع المدني في منظمة حقوقية نياب العام مق رئاسة نياب العام مدينة الريباط وقائد دارك الملكي بمدينة الريباط لإعطاء أوامرهم المطاعق باش يتم إطلاق صراح الداركيين وباش يتعطاء كذلك لفوفير باش يستعمل السلاح ضد المجرمين باش نعيشوا في أمن وأمان كما وناشد الحموشي بالقيام في زيارة المدينة الضروة من أجل إحداث مفوية ديال الشرطة بأن العدد القليل دارك الملكي مبقاش في الوسع دياله باش يأمن هذه المنطقة اللي كترف واحد الكم هائل من الأسر ومشي على الضروة فقط بل هناك العديد من المدن اللي مازال كي يحكبها في دارك الملكي مثلا بحل حد السوال بحل سيدي بوزيد مثلا المدينة الجديدة كلهم في محد الكمائل ديال الأسار وكتطع فيهم جلائب ولكن ذاك العدد ديال السبعات الأفراد أو عشرة أو حدار جيل دارك الملكيين ميمكنش يأمنوا من المناطق من هاد المجرمين اللي كيتشجعوا من اللي كي يسملوا بحل هذا الحويج هذا نقول الناس اش عاد يقولوا اش يهيد الواجب نو سالينة سالينة اتسميتو عير باش نتيروا انتباه الاخوة ان الدستور يوجيز لكل مواطن حق الدفاع عن نفس دياله ما بالك بيداركي هو يؤدي نداء الواجب اذا هكي ما قال انا تنأيد الاخوة ديال اللي صرحوا قبل كحقوقيين وانا كحقوقي انت نطالب مثلا بالنسميتو بتحرير القيود على رجال دارك والامن للتدخل السريع لمواجهة هاد المناسبة كنطالبوا الجيات المسؤولة بالقيادة العليا للدارك الملاكي باش يكون واحد تحفيز لهاد الداركيين ايود المعاقبة ديالهم بالسجل الاداري بستاسك كجمهويين وكحقوقيين كننجدوا الجيات المسؤولة باش يكون انصاف هاد رجال ديال الدارك الملاكي لانهم دائما كيتواجدوا في الصفوف الامامية ودائما معردين للخاطر وحنا كنطالبوا جيات مسؤولة باش يكونوا حتى دخول عاجل ومنصيف حق هاد الداركيين وكنعنو التضامن ديالنا المطلق الله مشروط مع هاد الاخوان ديالنا اليوم احنا كان مكتب اقليمي بامالة المحمدية جينا سنبنا الاخوان ديالنا الحقوقيين وجمعويين اللي اعلونت صدامن ديالهم مع الداركي بالدروة اللي كان عندهم واحد تدخولي بطولي بانقاذ واحد الراضيع اليوم احنا كموندامة الوطني الحقوق الانسان كان طالبوا الجيهات المعنية المختصة بإطلاق صراح الداركي اليوم احنا كموندامات الى كنا كنطالبوا مرسلة ديالنا رجال ام الوطني والدارك المالك والسلطات المحلية من خروج الشارع ومحاربة المجرمين وكل من سولت لهم نفسه اليوم احدا كموندامات قايناش غادي ندير مرسلات علاش اليوم هاد داركي اليوم يخذوا واحد الموقف بطولي شكو ليساندو؟ ما ساندو تشي واحد اليوم حاجة واحدة اللي غادي نديروها كنطالبوا اطلاق صراح الدارك المالكي العديل والعناصر اللي معاه وهذا هو الموقف ديالنا اليوم احنا كل تدامن مع عناصر الدارك المالكي وفي نفس الوقت احنا كمونداما الى كنش موقف ديالش داركي او رجل امن او سلطة كننزلوا البيان السنكارية اليوم كما كنتدامنوا مع المواطنين كننزلوا تماما للرجال الدارك المالكي وكنثلوا ـ anyways القيادة الدارك المالكي ولكن اليوم هاد الموقف الاخدار الآناصر الدارك المالكي بالضروع هدا موقف بطولي وكنت علاو التدامن ديالنا وما زال عدنا مرسيان القيادة للدارك المالكي ما زال عدنا مرسيان لدار جسمى هذا الميلف ديال الداركيين نحنا كل تتدامن وما يصدقونه كما كنزلوا مع المواطنين لليوم موقف ديالنا ونشكر الواجهة على الحضور في هذه الوقفة هذا رجل الدراكي قام بالمهام الأمنية لصالح المواطنين والمواطنات والذي نحن جئنا باش نضمه مع الدراك الملكي اللي كي سهروا ليلا ونهارا على راحة هاد المواطنين وبخصوص المنطقة المديونة المنطقة الدروة اللي هي آمنة يعني احنا كنشوفوا كنشوفوا ليلا ونهارا هاد الناس ما كنسوش يعني كنشوفوا والله شاهد على ما اقوله في حق الدراك الملكي والأمن الوطني وشكرا احنا جينا نضامنا مع الدراك الملكي بللي ان الدراك الملكي خرج باش يدافع خرج باش يدافع خرج باش يدافع الى هاد السيداجات عندهم سادس يقول لي هم رخطفوا لي راضي عنده ست شهر والطيف اللي عنده ست سنوات الطانوبيل ديالي هما خرجوا على الدفاع باش يرجعوا ليها اختطاف لان اولادها من اللي خرجوا هاد الشي اللي خرجوا عليه باش ينقدوا السيدة ينقدوا له الوطني ديالها هما خرجوا للدراك بالسيوفة يعني دافعوا على النفس ديالهم الدفاع على النفس هما داروا الخدمة ديالهم بلان خرجوا بحسب الاختطاف ما عارفين شوشنوا التفاصيل بين هاد السيدة و هاد السيد من اللي خرجوا باش ينقدوا الاطفال هما هجموا على الدراك بالسيلح الابيض هما دافعوا على نفسهم دفاع على النفس وشكرا بنات تقيقى في المصالح نغير كنعلون تضامون ديالنا حيث اليوم كما كنزل نأكد لك الاخرارشيد بانني مكن نتضامنوا مع مواطين ركن نتضامنوا تعمل الدراكي اليوم الدراكي كان اهتاق رابيع اليوم أنا نفترض ادي مشكل مكن نجي الدراك الملاكي و كننقول لي مان عندي مشكل و كنخرج على حس النية راه هاد الدراكي ما كانش عنده واحد نية القتل ما عندوش راه جميل منابر اهلامية ولا الاخوان صحفي عارفين القضية ولا المسؤولي عارفينها ما كانش واحد نية القتل و اليوم هاد الدراكي ياخدوا حد الجزاء ديالو لا اليوم احنا كنضامنوا مع جميع رجال الدراك الملاكي و في نص الوقت كنحاربوا من سولت لهم من رجال الدراك الملاكي بالمساس بالمواطنين اكين تضامنوا كي تلك راسي راشيد و نؤكد لجياد المسؤولة باش تطيل فوفير رجال الدراك الملاكي و رجال الامر الوطني باستعمال سلاح لا لشيء و إنما للحفاظ على الأمن والأمان في المملكة المغربية كقريمة خيتامية إخوان واحد نقطة مهمة دراكي أولا رجل الامر لما عطيتي الصلاح هي على أنه يستعمل واحد سلاح دفاعي أو واحد سلاح وظيفي يدافع بها على المواطني و يدافع بها لنفسه هرام طبيعة الحال حيك تقولي إلا جا عندك شيء و أكي يطلب منك الحماية تهرب منه علاش هرام ما يمكنش أنا غاديمشي الواجهة مجريمين و ما غاديش نستعمل السلاح ديالي إذا استعملوا هم سلاح أبيض أو لأي سلاح آخر و خيكمها حجرة هرام صعيب أننا نطلبوا من هاد الناس من هاد الأجهزة على أنهم يدخلوا لحماية المواطنين و هم مملوعين على أنهم يستعملوا الأسلحة ديالهم الوظيفية كان طالب وجهات مسؤولة على أنها صرح لها ديالناس هادوا باش يخدموا هاد الأسلحة الوظيفية ضد قاعدوا كلمجريمين لكي هاد الدوق السلامة والأمن للمواطنين إذا ضرب داركي الأول إذا هنا من يتعب دار الحوار دليل أن من يتضرب داركي أن هناك ما كينش حوار ما بين دارك وما بين الجاني رغم أنه محضروه باش ما يديرش العنف من أجل باش يديره و إذا بيه تضرب الداركي الأول الداركي الثاني باش يدافع على نفسه وعلى غيره وعلى صرف المهنة وحتى لي طمأنات المواطن المغربي بصيفة عامة لأننا لا يعقل أنه إلا تعرض رجل الأمن كيفما يكن عنده داركي أو من أو شرطة أو أمن إذا ما بالك بالمواطن إذا نحنا هنالي يخسنن نخذه بعيد الاعتبار أن في هذه المواجهة هي أولاً بعدها مصادرة دي الأمن النفسي والدير الداركي والدير احتل معموماً دي المواطنين اللي هما مواقبين إذن هذه السيدة إذا كنت هي ما تدعي من بعد خارجات الإعلامية اللي هي تضليلها بالنسبة للرأي العام يدعونا بينما هي عاشقة دي الهدي إذن هي اللي يخسن تبع القضاء بتضليل العدالة وتبع القضاء بالخين الزوجية إذا كنت هناك علاقة مشبوعة مع الآخر سواء كان إحنا نتهمنا ما ندخلش بحيتيات بينما هو إبنونا مشي إبنو را كين السرع كين اسميتو كين تقليل دي الطبيب دي الطب الشرعي كين بزاب دي راكتنا الإشكالية اللي كانت واجهات إخوان الحقوقيين والإخوة الساكينة والمجتمع دي المدني بمدينة الضروة إنه لقوا إشكال كبير بأنه حكو أن مكر القيادة دي المركز الضروة كتواجد بتوراب جماعة نواصر والإشكالية بالنسبة للإخبارات أو بالنسبة للقاطع المصالح أو بالنسبة لهذه الوقفات التضامنية كلقوا إشكالية لأنش على دي طالبه الحقوقيين والمجتمع المدني باش يكون مركز قيادة مدينة الضروة ديال داراك يكون كيتواجد توراب مدينة الضروة كيف هي عقل دبا مدينة الضروة مانفروضش على إزراءات الحزر الصحي اللي كتفرد على المنطقة واحد كما مانفروضها عن نواصر وساكلة مدينة الضروة كتواجد تقضي المصالح ديالا أولا كتواجد توجيه النواصر خصوصا بالنسبة للمقر هنا بالنسبة للمطار محمد الخامس ولكن كتواجد بأن هناك إجراءات الحزر الصحي اللي كتخليها مثلا تخلق لها عدد من العراقيل يعني ما بين مدينة الضروة والنواصر يعني كتفرق بيناتهم في الطريق الوطنية رقم 9 كيف هي عقل أنك باش تقطع طريق الوطنية رقم 9 يقول ينفرض عليك باش أن يكون عندك رخصات سيتنائية يعني هذا العراقيل وهذه إشكالية يعني لا تنشغل الناس مسؤولين خصوهم يحولون القول يحولون ومركز إيادة التارك التروى خصوهم يكون التراب جمع التروى شرح شوما وعار عار شوما نحن للمعنا لحق لقانون وخادي بلد حق وبلد لقانون وبلد ديمقراطي وحيا سيدنا محمد السادس وكنتحملكم انتوما مسؤولية كصاحبة باش الرأي العام يوصلوا هاد خبر ويعرف هاش كيوقع مع المواطني على الواجهة انتظروا مع المواطن زراجه يعني رغم